السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الفيديو إن شاء الله هو تnightente فيديو السابق ملخص ثامي لدرس الواحدة الأولى إذاً نترقنا في الفيديو الأول ملخص الدرس الأول والدرس الثاني والدرس الثالث والدرس الربيل هذا الفيديو إن شاء الله ن SL الدرس الخامس ملخص الدرس الخامس الدرس هو مخاطر الاحتراق إذن من بيث مخاطر الاحتراق التسمم انتوكسيكاسيوم شنو المسؤول على التسمم شنو كي يدي لي التسمم غازين اللي هما أحادي أكسيد الكربون وتنائي أكسيد الكربون هاد الغازين هادو من أشد غازات خطورة ثم المخاطر الاحتراق أيضا الاختناق 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 في أماكن مغلقة بدون تهوية إذن في الأماكن المغلقة مثلا مني كنشعرهم فصل الشيساء بعض العائلات باش يحصلوا على التدفئة كي يشعرهم جمر في غرفة مغلقة محكمة الإغلاق نوافذ مغلقة الباب مغلق إذن هذا خطر أنك يؤدي الاختناق والاختناق يؤدي هذا يقدر الله للموت إذن مخاطر الاحتراق هي يقولوا عليهم التسمم والاختناق التسمم والاختناق الاختناق في أماكن مغلقة بطبيعة الحال في أماكن مغلقة بدون تهوية نعم إذن هنا هذه العملية كنسميها انصهار إذن انصهار مكعبات التلج وحصلنا على الماء إذن لا نقول دابة مكعبات التلج خطأ إذن بعد التلاميذ بعد المفاهيم الخطئة أو ممكن يقولك أنا التلج دابة التلج لا انصهر التلج لماذا؟ يعني الدوبان هو يكون بفعل مذيب مثلا دابة السكر في الماء نقول دابة السكر الملح في الماء دابة الملح بقهوة في الحليب دابة القهوة هنا لا هنا مكعبات التلج حصلنا على ماء إذن انصهار مكعبات التلج مزيلا إذن من اللي كان نحصل على الماء هذا الماء هل يمكن أن يعود لحالته الأصلية ويصير مكعبات التلج نعم إذن شنو خصنا نديره هنا إذا وضعنا هذا الماء في التلاجة يتجمد إذن تجمد الماء ونحصل على مكعبات التلج واضح إذن بما أن هذا التغير وهذه تفاعلات من هي كاسية إذن مكعبات انصهار مكعبات تلج نحصل على الماء تجمد الماء نحصل على مكعبات تلج إذن هذا تغير إنعكاسي تغير إنعكاسي نكون عندنا تغير العكاسي هو التغير فيزيائي تغير فيزيائي تغير فيزيائي تغير فيزيائي إذن ما هو نعطي تعريف ما هو التغير فيزيائي تغير الفيزيائي وعندما تعود المادة إلى أصلها المادة هنا هي الماء تعود المادة إلى أصلها عندنا مكعبة تلج والتي أصبحت ماء ماء ممكن أن نحصل أيضا على مكعبات التلج لا تظهر مواد أو نواة الجديدة لا تظهر أي مواد جديدة في هذا التغير عندنا ماء حصلنا على ماء مكعبة تلج والتي أصبحت ماء لا تظهر ماء ملوان أو ماء حلو أو ماء مالح أو ظهرات مواد أخرى لا نعيد ما هو التغير الفيزيائي التغير الفيزيائي تعود المادة إلى أصلها لا تظهر مواد أو نواة جديدة نفهم؟ هذا التغير الفيزيائي الآن تغير في التغير الكيميائي نأخذ تجربة بسيطة لتجربة المسمار إذن لدينا مسمار تعرض للصدق إذن صدق الحديد حصلنا على مسمار بحلة جديدة نعم به مواد جديدة إذن هنا هل عادت المادة؟ هل ممكن أن تعود المادة هنا المسمار إلى حالته الطبيعية؟ لا هل ظهرت مواد جديدة؟ إذن صدق صدق الحديد هل به مواد جديدة؟ نعم إذن دكتور الصوبات التي يكون في الحديد صدق الحديد هي مواد جديدة إذن من لك تكون؟ إذن عندما لا تعود المادة إلى أصلها إلى أصلها وتظهر مواد جديدة عندما تسميها التغير هذا تغير كيميائي تغير كيميائي حاولت أنني نجمع بعض التغيرات الفيزيائية والتغيرات الكيميائية وجرتهم في الجدول هذا التغيرات الفيزيائية كنصهار التلج ليش فينا هنا؟ نصهار التلج تبخر الماء نصهار الحديد تجمد الماء إذن من لك أن ديمك ألقع نصهار تبخر نصهار تجمد كنعرف بأنها تغيرات فيزيائية يعني المادة سترجع للحالة الأصلية دي لها نحن بعض الأمثلة لتغيرات كيميائية تغيرات كيميائية صدق الحديد كما نفر المثال الأول قلنا الحديد عندما يصدق الحديد لا يعود إلى حالته الطبيعية الأولى احتراق الورق إذن عندما تحترق الورقة هل تعود؟ هل ممكن أن نحصل على ورقة أخرى؟ لا احترقت الورقة؟ نحن إذن لا يمكن أن تعود الورقة إلى أصلها تسوس الأسنان إذن عندما تسوس الضيط نقوم باقتلاعه إذن هنا تسوس ظهور مواد كيميائية اللي هي السوسة احتراق البلاستيك كذلك مثل احتراق الأوراق احتراق البلاستيك إذن لا يمكن أن يرجع إلى أصلها إذن من اللي كان نشوف صدق احتراق تسوس قد نعرف بل أن هناك هنا مواد كيميائية غدي تبان جديدة إذن انفوها قد ظهر لي مواد جديدة إذن هذا تغير كيميائي تقنسفورماشن شيميك نحن ندوز للدرس الأخير الدرس الأخير هو هذا التغييرات الكيميائية التي ترыхنا التغييرات الفيزيائية وعثنا كل واحدة الخصائص تغييرها تحدث في جسمنا عذنا لدينا تغييرها اهّ نمو الشعر اذا نقص الشعر اللي كيطول اللي كيطول كان قصه اذا هدي عكسي عكسية كان قصه كيطول كيطول كان قصه اذا هذا تغير انعكاسي تغير الفيزياء فيزيائي الشعر كيتبدل ما كيتبدل اذا تعود المادة الى اصلها شعر 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 نحن نمو الأظافر كذلك حل نمو الشعر كيطول لنا الاظافر كان قصهم كيطولوا اذا كان قصهم صافي وغدية ازدياد والزياد الطول اذا هذا من بين بعض الامثلة تغيرات الفيزيائية التي تحدث في جسمي نحن ننتقل الان لاخر نقطة هي التغيرات الكيميائية التي تحدث في جسمي عمليات التنفس عمليات التنفس الشهيق والزفير اذا الشهيق هل الشهيق هو الزفير؟ لا اذا هل يوجد مادة واحدة اذا نستنشق تنائي الأكسجين ونطرح تنائي أكسيد الكربون اذا هنا تغير في المادة ظهور مواد جديدة الى اخير نحن تنعملية التنفس هي تغيرات كيميائية ثم المثال الذي رأينا سابقا في الجدول وهو تسوس الاسنان تسوس الاسنان اذا الاسنان قلنا السوسة هي تغيرات كيميائية ظهور مواد جديدة مادة جديدة وهي السوسة والدرس لا يعود كما كان قبل التسوس لذلك حافظوا على نظافة اسنانكم جيداً